اشتركوا في القناة قهرها الغرب حين نجح في مراوغتها نجاحاً لم يحققه مع أي أمة أخرى أن عالمنا العربي مؤهل ليكون كياناً فاعلاً في هذا العالم نخبة من وزراء وساسة الدول العربية والغربية يجتمعون بين أروقة المؤتمر الدولي لمجلس العلاقات العربية والدولية لتشييد جسور علاقة تفاؤلية بناء بين العربي والغرب في دعوة أمن الدولة ضد البراك هيئة الدفاع تطالب المحكمة باستدعاء رئيس الوزراء للمثول أمامها والجنايات ترحل القضية إلى الحادي عشر من مارس أنا ودي أعرف أسماء النواب اللي قالوا هالكلام حتى حقيقة نصير التعامل بالمثل لأنه وعيد هذا اللي مخشها وادم مكفل القلاف يفند أسباباً دفعته لمساءلة الإذانة وينتقد من تساءل من النواب عن دوافع المستجوبين وغاياتهم لجنة التحقيق في جسر جابر ومحطة الزور تضع اللبنة الأولى لعملها خلال الأيام القادمة وتعد بمواصلة تقصي الحقائق للوصول إلى تقرير كامل متكامل نشرة الأخبار من الرأي أهلاً بكم الوطن العربي والعالم رؤية مستقبلية كان شعاراً للمؤتمر الدولي الأول لمجلس العلاقات العربية والدولية الذي تم افتتاحه على أرض الوطن برعاية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد وبحضور رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر لمبارك ويهدف المؤتمر إلى صياغة سياسة مشتركة اتجاه علاقات الوطن العربي مع دول العالم الكبرى ودول إقليمية لضمان تأمين مصالح الشعوب في الأمن والاستقرار والاقتصاد التفاصيل في تقرير لمحمد دحياري الوطن العربي وقدرته على صناعة القرار السياسي العالمي بات موضوع بحث المؤتمر الدولي الأول لمجلس العلاقات العربية والدولية مؤتمر يهدف إلى التسامي على الجراح والتغاضي عن الخلافات والالتقاء على طاولة صنع القرار وقيادة التحول العالمي في ظل علاقات الوطن العربي مع القوى الإقليمية في الغرب أو مع إيران أو تركيا منطلقا من التاريخ المشترك والمصلحة الواحدة وسط دعوات لتحرك فاعل يبدأ بإصلاح الجامعة العربية نحن أمة قهرها الغرب حين نجح في مراوغتها نجاحاً لم يحققه مع أي أمة أخرى ونحن أمة خذلها التعصب حين حال دون لحاقها بقطار الحداثة فخرجت عن عصرها ونحن أمة ظلمت نفسها حين أصرت على دخول المستقبل بالرجوع إلى الماضي ولكن لا جدال أيضاً في أننا ليست أمة يائسة وبغض النظر عما يجري حالياً في العالم العربي من ثورات وانتفاضات ومن تغييرات الأنظمة الحاكمة في بعض الدول العربية ومن توجه دول عربية أخرى لإصلاح وتطوير أنظمتها السياسية بحيث تواكب روح العصر وتنسجم مع التطلعات الشعبية وتتيح فرص أكبر لمشاركة السياسية بغض النظر عن كل ذلك فإن عالمنا العربي بحكم موقعه وموارده وتاريخه وأسهاماته الحضارية وبحكم كثافته البشرية وثقله الاقتصادي ووزنه الاستراتيجي مؤهل ليكون كيانا فاعلا في هذا العالم ومركز ثقل مهم ولاعبا مؤثرا لا يمكن تجاوزه في معدلات السياسة والاقتصاد المؤتمر الذي يستمر على مدار يومين متتاليين ينعقد في ضوء الربيع العربي ووسط صورة ذهنية تحضر تداعيات المشهد في عدد من الدول العربية على أمل صياغة سياسة مشتركة تكون ملهما في تحديد معالم الرؤية المستقبلية بعد أن استنفذت فكرة القطب العالمي الواحد لابد من زخم دولي عن طريق مؤتمر دولي لدعم الاقتصاد المصري في خلال السنوات الخمس القادمة مصر تحتاج إلى دفعة مالية واقتصادية علشان الاقتصاد يتحرك في خلفية أذهان الجميع من المشاركين أن المعاناة التي يعانيها الشعب السوري على يد النظام ولسيما الاستغراق الكبير في اللجوء إلى القوة واستعمالها ضد الشعب السوري الذي أثبت بنضاله وبصمده الأستوري أنه ماض إلى أن تتحقق مطالبه وتنعقد الأمال على هذا المؤتمر في وضع خارطة طريقا للعالم العربي تجعل منه عضوا فاعلا ومؤثرا عالميا قادرا على وضع السياسات ومؤثرا في الدبلوماسية الخارجية محمد الحياري في الشأن القضائي أجلت محكمة الاستئناف قضية أمن الدولة المتهم فيها النائب في مجلس 2012 المبطل عبيد الوسمي إلى جلسة الثالث من مارس في سياق آخر أجلت محكمة الجنايات أيضا قضية النائب السابق مسلم البراك إلى جلسة الحادي عشر من الشهر القادم لاستدعاء مدير أمن إدارة الأمن الوقائي والاستماع إلى شهادته يذكر أن هيئة الدفاع عن البراك قد طالبت من المحكمة استدعاء رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك للإدلاء بشهادته في القضية أن تستدعي رئيس الوزراء للمثئول أمام عدالة المحكمة حتى نعرف وحتى هو تحت القسم يقول قال هل كلام ولا ما قال الأمر الثاني طلبنا مدير الأمن الوقائي يا أخوان ضابط الواقعة ضابط أمن الدولة اللي قاعد في قرفة وصنع الاتهامات يعني الاتهامات جاءت مو بناء على الكلام اللي أنا قلته الاتهامات جاءت بناء من قبل أمن الدولة على فهم ضابط قاعد بين أربع قرف ويريد أن يجامل المسؤولين ويجامل الحكومة ويوقع ظلما وزورا وبهتانا خلني أقول لكم اللي أدى من ذلك واللي أثيرت في المحكمة هذا الضابط قدم سيدي مزور ومركب إلى النيابة العامة إذن شو ما نطلبه هي الدفاع أمام قاضي المحكمة بطلبات جوهرية من ضمنها سماع أقوال المبلغين وسماع أقوال سمو رئيس مجلس الوزراء الذين نتمنى أن تستجيب المحكمة لهذه الطلبات وأن تسمع هذه الأقوال المفصلية في هذه القضية والتي ستبين حقيقة عدم توافر القصد الجنائي في هذه القضية وضعت الجلسة اليوم وأبدأنا فيها اعتراضاتنا على الإجراءات الأمنية المشددة وذلك بأن الأمن قام بمنع حتى المحامين من الدخول والمفروض والمعتاد في الغانون أن تكون الجلسات علنية لا تكون سرية في الشأن البرلماني انتقد النائب حسين القلاف تصريحات البعض من زملائه في المجلس سيما من من اتهم النواب المستجوبين بأن لديهم أهدافا ونوايا يسعون إلى تنفيذها من خيال استجواباتهم القلاف قال بأنه يتمنى مواجهة من يتفوهون بهذا الكلام مفندا الأسباب التي دفعته إلى تقديم استجوابه لوزير المواصلات الاستجواب اللي أنا قدمتها للأسف ليش أقول أنا اللي أعاب هو معيب أو معاب لأن أنا قضية المؤسسة القطوط الجوية الكويتية وطيران المدني أنا صالي أكثر من تسع سنوات شقال في هالقضية العيب اللي وصلوا لمس ولامس عمل الوزير الحالي إن الوزير الحالي نسف كل القرارات اللي تم الإصلاحية اللي تم اختغاذه من قبل الوزراء أو الوزير اللي قبله وما مرس ممارسات أثبتت بالدليل القاطع إن الرجل لا يد في الفساد اللي قاعد يصير في المؤسسة أو الطيران المدني بالإضافة إلى وجود إشكاليات ثانية على الوزير نفسه وراح تتضح في خلال الجلسة أنا ودي أعرف أسماء النواب اللي قالوا هالكلام حتى حقيقة نصير التعامل بالمثل لأن وائد هذا الموخشوادم موكفو واضح من كلامه من الموخشوادم وموكفو ويستحقه لمواجهة وأنا مستعد للمواجهة ما عندي شيء يخفيه هذا هذا يحسب على نوايا ويحط اتهامات بعيدة هذا يريد يبرر موقفه أنا بقول لك الأدلة اللي عندي أدلة الدين ومحكمة وحجية فيها قائمة وهذا الكلام اللي يقول أتمنى عرب اسم النائب هذا اللي قاية حتى أتكلم عليه أرد عليه بالاسم وأبين هذا يعني احنا كنا نعاني من وجود هالنوعيات في المجال السابقة لكن هذا المجلس أتصور حفظ لكرامته سموه أرقوز وسموه دمه وسموه طرطور وسموه في جيب الحكومة وياي على كل التسميات والتهم اللي عليه ما يستحي يتهم من قاعد يثبت خلاف ما يقال من قبل من يعرضنا أن هذا المجلس له بجيب الحكومة ولا هم دمه ولا رقوزات هذا المجلس أقسم نوابة للعمل الصادق وإحساس بالمسؤولية وقع يأدون دورهم مذكرة نيابية يجمع التواقيع عليها النائب نبيل الفضل يطالب فيها بإعادة اللاعب بدر المطوع إلى عمله في الحرس الوطني بعد استبعاده لأكثر من عامين الفضل تحدث مطولا عن المطوع وما قدمه للكويت مطالبا رئيس الحرس الوطني بالنظر في الطلب النيابي الذي سيرفع إليه والمذيل بتواقع أعضاء البرنامان نحن كنواب من موقعنا التشريعي طبعا أكثر نصر على تطبيق القانون ونحث على ضرورة تطبيق من قبل أجهزة الدولة لكن في نفس الوقت هناك دائما استثناءات في الحالات الخاصة ومن هذه الحالات الخاصة اللي يعني نشوفها قضية اللاعب الوطني بدر المطوع اللي هو رمز بالنسبة لشبابنا ومصدر فخر واعتزاز بالنسبة للمواطنين كلهم بمواهبة وبإنجازاتها مع فريغنا الوطني أخ بدر المطوع تعرض إلى ظروف أدت إلى تغيبة عن عمل في الحرس الوطني ومن ثم تم فصل عن عمله وكان هناك وربما لا يزال في دور لخلافات ما بين بعض الشخصيات البارزة في الأسرة حول الموضوع أدى إلى تعقيد الموضوع والآن الرجل صار أكثر بحدود السنتين ممنوع من العودة للعمل مع أن هذا مصدر رزقه النواب سابقين يطلعون في مظاهرات ويسبون الحكومة ويخلفون القانون ويرجعون إلى عملهم كمحامين للحكومة ويعطونهم رواتب سابقة شوف لي دكتور في الجامعة يطلع ويسب ويشتم ويوقف معارض وعقب ما تنتهي مدة يرجع مكانه عزيز مكرم واحد مثل بدر المطوع اللي اليوم حالة حال الأفنيز ما بقالنا شيء بالكويت نفتخر فيه حق الشباب يشعرون فيه باعتزاز إلا الأفنيز وبدر المطوع سوينا مناشدة لسموه رئيس الحارسواطني الشيخ سالم العلي المشهور بآدي البيضاء وحكمته متمنين عليه أن يعيد بدر إلى عمله برلمانيا أيضا طلب النائب خاد الشطي الحكومة بمحاسبة الوزير الأسبق أحمد باقر الذي كان قد أدل بتصريح بشأن رضه لقوانين مكافحة الإرهاب الشط الذي رحب بالسعي الحكومي والنيابي لإقرار حزمة قوانين غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب تساءل عن من يتحمل فترة السنوات العشر التي مضت دون إقرار هذه القوانين هذه الأيام في الآونة الأخيرة هناك جهود حكومية حثيثة سواء من قبل وزارة الخارجية أو من قبل وزارة العدل خطوات جادة في سبيل إقرار الاتفاقيات والقوانين في شأن مكافحة غسيل الأموال ومكافحة دعم الإرهاب هذه خطوات جادة ولكن الذي أستطيع أن أقوله اليوم صباح الخير يا حكومة بعد ماذا بعد عشر سنوات أنا أعلم ضرورة إصدار هذه التشريعات ولكن من هو المسؤول عن تعطيلها لمدة عشر سنوات أنا اليوم أريد أن أعلن عن أحد الأسماء وهو الوزير الأسبق لوزارة العدل ووزير لوزارات أخرى أيضا كان اللي هو أحمد باقر أحمد باقر بعد أعمال أسود الجزيرة في الكويت صدر بتصريح بأن نحن لسنا بحاجة إلى قوانين لمكافحة الإرهاب في الكويت تشريعاتنا كافية في عمل اللجان البرلمانية إن عقد الاجتماع الأول للجنة التحقيق في عقدي جسر جابر ومحطة الزور مقرر اللجنة أن أبعدنا لنطوع تحدث عقب الاجتماع عن الخطوات المقبلة التي ستعمل في إطارها اللجنة إلى حين انتهاء المدة الممنوحة لها من مجلس الأمة كانت في بداية الاجتماع أن يكون تحديد أولويات وآلية عمل اللجنة واتفقنا على أن يتم استدعاء ديوان المحاسبة يوم الخميس الموافق 14 2013 للاطلاع على ما تم الوصول إليه من خلال لجان التحقيق في ديوان المحاسبة للطلاع على العقود للطلاع على المقاولين الذين مارسوا المقاولة وكذلك للاستماع إلى ما تم التوصل إليه في ديوان النائب السابق محمد الخليفة عقدت كتلة المعارضة اجتماعا موسعا حضره عدد من ممثل التيارات السياسية والنقابات وقد تحدث الخليفة عقب الاجتماع عن أبرز ما تم تداوله بشأن تشكيل مبينا أن التوجهات ستصبوا في خانة تشكيل مجلس أعلى لهذا الائتلاف وجمعية عمومية وأن لمرأة نصيب من المشاركة هذا الاجتماع مكمل الاجتماع السابق التي كانت مسلم مبراك وتقدم بعض الكتل وبعض النقابات في مقترحات ورؤى لهم لتشكيل هذا الائتلاف اللجنة التنسيقية كذلك تقدمت باختراحات منها مجلس الاعتلاف المجلس العام ومنها الجميع العمومية وطلبت اللجنة التنسيقية من المتواجدين عرضها على مجاميعهم لمنغشتها وبدال رأي فيها حتى يتم قبولها ويتم اعتمادها في الاجتماعات القادمة والاجتماعات القادمة طبعا راح يكون في مغر معك يوم اللحظة القادمة وهذا سيتمخذ عنا اعتماد الرؤى والمقترحات التي تم منغشتها اليوم وسوف تعرض على التجمعات في جمعياتها العموية هذا الائتلاف ما هو اللي يمثل ويقبل اي عدد كان من تجمعات سياسية او طلابية او عمالية او حتى كبار الشخصيات ونشطة سياسيين وكذلك من ميزات هذا الاجتماع اليوم انه المرأة لها دور في حراكنا السياسي ف سوف يكون لها ارغام محددة في المجلس المجلس العام او الجمعي العموية نشرة الرأي مستمرة وفيها بعد الفاصل الصندوق الكويتي للتمية الاقتصادية العربية يسير رابع رحلاته للمتفوقين في الربيع القادم اهلا بكم الى النشرة الاقتصادية يواصل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية استعداداته لتسيير رابع رحلاته للمتفوقين والمتفوقات من طلبة المرحلة الثانوية المقررة بحلول فصل الربيع تحفيزا على مسيرتهم العلمية وقال الصندوق ان تلك الرحلات هي مكافأة للطلبة على تفوقهم من خلال زيارتهم احدى الدول المستفيدين من المجهود التنموية للصندوق والتعرف على مشروعات التنمية فيها على تراجع قدره اربع نقاط اغلق مؤشر الكويت ليبلغ مستوى 10.29 نقطة بينما اغلق المؤشر السعري على ارتفاع قدره 28 نقطة بمستوى 6320 نقطة وتسعة اعشر نقطة وعلى عكسه اغلق المؤشر الوزني على تراجع قدره نصف النقطة ليصل الى مستوى 427 نقطة وتسعة عشر نقطة نشرة الرأي مستمر فيها بعد الفاصل استعدادا لمطولة الكويت الدولية الكبرى نادي الرماية يختتم بطولة الشيخ جابر العبدالله السنوية بمشاركة واسعة اهلا بكم الى الصفحة الرياضية اختتمت على مجمع ميادين الشيخ صباح الاحمد العلمبي للرماية بطولة الشيخ جابر العبدالله الصباح السنوية للرماية وشارك في البطولة التي شملت على مسابقات رماية الاطباق الطائرة السكيت والتراب والدبل عدد كبير من رمات ورميات النادي والاتحادات العسكرية الى جانب رمات من الدول الشقيقة الشيخ جابر من الداعمين منذ تأسيس رياضة الرماية وبالتالي نادي الرماية وضع دائما على جدول بطولات ومسابقات هذه البطولة الهامة وتأتي أهميتها هذه السنة أعداداً لبطولة دولية لحضرة صاحب السمو والتي ستنطلق إن شاء الله بداية شهر مارس 2013 فكل الشكر والتقديم لمعاني الشيخ جابر العبدالله ولكل المنظمين لهذه البطولة الهامة وشكر موصول والتهنئة لكل الفائزين وشكر موصول لوسائل الإعلام على حضورها ودعمها وتقطيها أحب أهني الأخوان الفائزين في كل الغطاعات وأيضاً أحب أشكر الشيخ سلمان صباح السام بالحمود ومجلس إدارة الرماية على تنظيم الرائع هذه البطولة صال لها من بعد التحرير سنوياً وإن شاء الله تستمر إن شاء الله ونتمنى الجميع التوفيق إن شاء الله وقبل ختم النشر لهذا اليوم نذكركم بمتابعتنا عبر موقع تويتر أتر راي ميدا جروب أيضاً تستطيع مشهدت جميع نشرات برامس تلفزيون الرائع عبر قناتنا على اليوتيوب الرائع يوتيوب إلى اللقاء اشتركوا في القناة